يعطيكم العافية على هاي المبادرة اللي اتأسست سنة الـ 2016 نعم وما زلتوا نشيطين بكل فعالياتكم هلأ عرفني أكتر بشكل عام عن كل النشاطات والفعاليات اللي عملتوها خلال الأربع سنين قبلنا ما نتطرق لمشروعكم الحالي اللي هو الفيديو هذا تمام أول شي صباح الخير سبتي وصباح خير للمشاهدين وشكرا لرؤية على الاستضافة ممكن هاي الاستضافة الثانية لمبادرتنا على شاشة قناة رؤية اتنين مبادرة متلازمة التغيير هي مبادرة بدأت عام 2016 تستهدف تحسين أوضاع الأشخاص من ذوي متلازمة داون عبر ثلاثة أهداف تأهيل البدني والنفسي لذوي متلازمة داون ثم توعية المجتمع بهذه الحالة ونشر الثقافة لكيفية التعامل معهم وثلاث تحسين فرصهم في إيجاد فرص عمل في المجتمع الأردني بشكل عام هاي المبادرة بلشت بجهد شخصي لأنه مؤسس المبادرة زميلنا وسام خليفة هو يعني له علاقة شخصية مع أحد المصابين من ذوي متلازمة داون اللي هو أخو يعني شخصيا فبلشنا بجهد شخصي لحتى ننشر عمليات التوعية عن طريق السوشال ميديا اطورت الأمور لحتى الحمد لله عملنا شراكات مع عديد من الجهات المحلية والدولية وبالذات مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية اللي بنشكرهم كثير ومنشكر على فكرة يعني فريق السفارة الأمريكية اللي حاولوا قدر الإمكان يدعمونا طول الفترات الماضية والحمد لله إحنا اليوم جهدنا مش بس بعمان هو موجود بالسلط والزرقاء والمفرق أيضا رائعين جدا طبعا لأنه بديتوا أنتوا بالتدريج وصرتوا بعدين تحصلوا على الدعم رح نشوف هلأ واحد من الفيديوهات اللي عملتوها بسلسلة فيديوهات متلازمة التغيير اللي هي موجهة للمجتمع خلينا نشوف فيديو من أحد هذه الفيديوهات ونكمل حوارنا مع ضيفنا أحمد العكايلة صديقنا محمد عنده متلازمة داون عم يتمشى بالشارع بأمان الله وهو بالطريق بصادفه ولد ماشي مع أمه صار الولد يعلق على شكل محمد ونادى على أمه وحكى لها ماما ماما شو في هذا الولد شكله غريب انتبه محمد لحكي الولد وانتبهت الأم كمان أنه محمد تأثر بكلام ابنها وهون استتة الوالدة خربتها على الآخر وحكت لابنها لا يا ماما لا تعلق عليه حرام ادعيله الله يشفيه محمد اتمالك أعصابه وحاول يوجه رسالة للأم وابنها سوا حكى لهم محمد ما لي أنا خالته أنا ما بفرق عنكم إشي الفرق بأشكالنا سببه أنه عندنا ثلاثة كروموسومات رقمها واحد وعشرين بدل ما يكونوا اثنين بس هاي الزيادة خلتنا نتطلع على العالم بعين لطيفة وروح ما بتأذي حدا الإشي الوحيد اللي بنحتاجه من الناس هو إنهم يتثقفوا بحالة نمنيح لحتى يقدروا يشوفونا بعين حلوة ويساعدون على الاندماج ونخلص منها التنمر رائع بتعرف الملفت النظر بالفيديو أنه أنتو عم تطهروا الأشخاص اللي عندهم متلازمة الدون بقوة بيكون موقف قوة مقابل زي من قول التنمر اللي بتعرض له فاحكيلي بالضبط شو الفكرة اللي كانت من وراء هذه الفيديوهات الفكرة الأساسية من وراء هاي الفيديوهات بالذات إنه وجدنا من خلال عملنا الطويل من إطار خمس سنوات إنه فيه إشكالية بوعي المجتمع بهاي الحالة نعم يعني المجتمع لا يدرك أو ما عنده الثقافة الكافية لمعرفة هاي الحالة ومعرفة سبيل تجاوزها فكان هذا الفيديو رد على الصورة النمطية أو الثقافة النمطية على هاي الفئة بشكل عام وهاي على فكرة الفيديوهات الثلاث اللي بندعو الناس إنه مفوتوا على صفحتنا ويشوفوها هي مقتبسة من حالات يعني عايشناها خلال خمس سنوات الماضية مع يعني مجموعة من الأشخاص من ذوي متلازم الدون اللي عاصروا أو عايشوا مثل هيك مواقف أيضا آه إحنا نقول إنه ذوي متلازم الدون ممكن يكونوا أقوياء وممكن يتجاوزوا كل هاي العقبات لو أخذوا الرعاية المسؤولة والكافية لحتى يتجاوزوها من البيت؟ بالضبط إحنا مش بس البيت والمجتمع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية يعني مثل ما بيقول فيلسوف الحضارة مالك بالنبي إن الحضارة تموت عندما تفقد في مضمونها معنى الإنسان الإنسان هو مضمون الحضارة ومضمون الدول ومضمون المجتمعات فإذا إحنا فرطنا بهذه القيمة إحنا فرطنا بقيمة المجتمع والحضارة والدولة من خلال هذا الجهد اللي إحنا مارسنا عم نوجه رسالة للناس إنه لا خلينا نطلع بصورة مختلفة خلينا نشوف المعايير العلمية للتعاطي مع الفئات اللي إلها احتياجات مختلفة وخلينا نطورهم هاي الفيديوهات هي المبادرة الأخيرة اللي قمنا فيها ضمن إطار سلسلة مبادرة التغيير سميناها سلسلة أفلام متلازمة التغيير تم كتابة السيناريو بشكل تطوعي وزميلتنا اللي يعني زي ما شفتي هي أفلام أنيميشن نشكر من وجلها الشكر صراحة زميلتنا قمر اللي ساعدتنا بشكل تطوعي أيضا على رسم هاي الفيديوهات أيضا بشكل تطوعي بدعم وتمويل من مبادرة الشراك الأمريكية الشرق أوسطية مرة أخرى استهدفنا فيها الناس طبعا تقريبا على السوشال ميديا مقدر أكتر نخدم هاي الفئة وأهلها لأنه أكيد هم كل أهل عندهم أطفال أو شباب عندهم متلازمة الدون همهم أنه كيف هذا بده يعتمد على نفسه بالمجتمع يدب أن تتمكنه إذا المجتمع مش متقبله لسه بيكون هنا مشكلة هلأ أحد كمان كتير من النشاطات اللي بتعملوها واللي أنا كتير عجبتني أنه عندكم نشاطات للتأهيل البدني والتأهيل النفسي للأشخاص اللي كمان عندهم متلازمة الدون وخلال جائحة كورونا لم تتوقفوا فأحكي لي كيف ظلتوا مستمرين بنشاطاتكم خلال فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا شوف الستي يعني أنا بحب أنوه بشغلة أنه الناس اللي بتحضرنا أو اللي بتعرفنا على الأقل بتعرف أنه هاد مش مجال شغلنا هاد جهد تطوعي بحت من قدم وخدمة للمجتمع هاد الجهد التطوعي سببه الأساسي هو الشعور بالمسؤولية الاجتماعية نعم 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 احنا في فترة كورونا كنا نفكر أنه ذوي متلازمة الدون عليهم تحديات في فترة اللوكداون أكثر من المجتمع فبالتالي إحنا لازم نوفر نوع من أنواع الإسناد والدعم فعملنا مجموعة من الدورات يعني تواصلنا مع مجموعة من الخبراء اللي يعطوا دورات للأهالي كيف يقدموا الدعم البدني والنفسي لأبنائهم أيضا حاولنا نعمل نوع من أنواع المسابقات للأطفال نفسهم بحيث أنه نستمر في عملية التطوير لمهاراتهم البدنية والنفسية مهارات رياضية مهارات ذهنية سواء بالرسم سواء بالجمع والتركيب والتحليل والحمد لله يعني عدد المستفيدين من نشاطات مبادرتنا بشكل مباشر هم خمسمائة شخص من ذوي متلازمة الدون نعم نعم نحن كثير بنكون مبسوطين وسعيدين بهذا الموضوع إضافة أنه حتى برمضان يعني رمضان الأخير قمنا بزيارات مباشرة للأهالي والأطفال في بيوتهم وبصراحة ما تتخيل حجم السعادة اللي أنت بتلامسها روحك وأنت بتشوف أنك أنت قادر أنك توصل لفئة عندها صورة أو عليها صورة نمطية كثير غريبة بالمجتمع وقادر أنك أنت تحقق لها شيء رائعين جدا وإحنا أكيد بنشكر روح المبادرة والعطاء والمسؤولية تجاه مجتمعاتكم أنه كلكم موظفين كلكم عم تشتغلوا في مؤسسات وهذا عم تعملوا بوقت الفراغ ولكن كونك متطوع وعم بتساعد هاي الفئة يعني الخدمة اللي بتقدمها إيش بتعود عليك بالفائدة شوفي يعني هو موضوع الفائدة مش دايما يعني الناس تفكر بالفائدة بشكل مادي لأه في فائدة معنوية أنك أنت بتحقق ذاتك يعني أنا بستفيد فعليا أنا أستفيد ماذا أستفيد؟ بستفيد أني أنا بحقق ذاتي الإنسانية في المجتمع بستفيد أني قادر أشوف أني أنا في مجال ممكن أعمل فيه تغيير معين وإضافة أخرى في مستوى عالي من التثقيف اللي أنا عم بستفيده من خلال عملي مع هاي الفئة يعني هاي الفيديوهات احنا كتبناها بشكل شخصي يعني احنا كنا نتجمع نكتبها ويعني ونقرأ وما إلى ذلك فاكتشفنا أنه كمان إحنا رغم إنه إحنا خمس سنوات عم نشتغل بهذا المجال لسه في معلومات علمية كثيرة لازم إحنا نمتلكها حتى نتعامل معها وهاي المعلومات اللي عم بنوردها بشكل مباشر للأهالي من خلال تواصلنا معهم وأصلا هيك بلشنا إحنا يعني بدايتنا كانت الأهالي نعطيهم معلومات مباشرة وعلمية كيف يتعاملوا مع أبناء رائعين يعني الله يبارك لكم بهاي الجهود ومندعو كل اللي عم بيحضرونا أنكم تشوفوا صفحتهم على فيسبوك متلازمة مبادرة متلازمة التغيير شو بتقدروا داروا أيضا اتشاركوا بالتطوع لمساعدة هاي الفئة وأهاليها ومشكر سيد أحمد عكالي مسؤول لفريق المتطوعين في مبادرة متلازمة التغيير شكرا لكم